النهاردة عندي ايه؟ النهاردة عندي في الجزء الثاني من هذه الحلقة لما كنت قاعد بفكر في الكام يوم من الاربع خمسة ايام اللي فاته كنت قاعد بفكر فيه هو الناس اللي عملت معك كده والناس اللي وقفت معك كده هتعمل معهم ايه؟ الحقيقة اجتهت على قد ما اقدر مش انا الوحدي لما بقول انا يبقى فيه فريق اعداد بالكامل اجتهد وموت نفسه وتعب نفسه فريق اخراج هيشتغل على الحلقة النهاردة اعدت افكر مع الجميع ووصلنا ان بير ستاو هو من سيكون او ان الناس كلها مستنية او تنتظر بير ستاو اذا كان متاحا وبالفعل اتكلمت مع النادي وتكلمت مع كابتن سيد عبد الحفيز وتوصلنا ان يكون بير ستاو نجم النادي الاهلي لأول مرة على اي شاشة مصرية يكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة هنتكلم في كل شيء عندي كذا مفاجأة الحقيقة خلال الحلقة هتكلم فيها مع حضراتكم وهو بالفعل اعتقد هم دلوقتي بيقولوني ان بير ستاو وصل بالسلامة الحمد لله على السلامة بير سي اه على الهواء مباشرة مع حضراتكم وهو داخل قناة النادي الاهلي ومع الزميل عمر البنوبي زي ما قلت لحضراتكم وانحنا عاديين بنفكر لان ان بير ستاو سيكون هو الخيار الافضل لكل جمهور النادي الاهلي ان هو يكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة من خلال البيت الكبير او ضيفا على البيت الكبير وزي ما حضراتكم شايفين هو يعني بنعرض لحضراتكم لحضرات وصول بير ستاو لداخل قناة النادي الاهلي قالوا لي اه اسلام اسلول ماتش باير نميونيخ وماتش بارشلونة وباير نميونيخ قلت لهم يعني خلاص هو تم الاختيار لانه خلي بال حضراتكم ناس كتيرة جدا كانت بتسألني لماذا تم الاختيار هذا اليوم اختيار هذا اليوم ما بيبقاش انا بس بيبقى انا والضيف اللي انا باتفق معاه وامور تخص النادي وامور تخص الضيف وبالتالي هو كان النهاردة اليوم الانسب مش الحد ولا الاثنين ولا التلات هو النهاردة كان اليوم الانسب لوجود بير ستاو مع حضراتكم على الشاشة فقالوا لي الماتش ومش الماتش وكده والطول جمهوري الاهلي مختلف هتشوفوا على الهاشتاج اللي هيتعامل والدني هتعامل هتبقى الحلقة دي عاملة ازاي لانه كل جمهوري النادي الاهلي مشتاء ان هو يشوف بير ستاو وكل جمهوري النادي الاهلي ينتظر بير ستاو في اول اطلالة في اول اطلال على شاشة مصرية يكون من خلال شاشتكم شاشة قناة النادي الاهلي قالوا لي حيبقى فيه فلان محمد صلاح مع عمر اديب وحيبقى فيه مش عارف مين مع مين قلتلهم هتشوفوا حضراتكم ان جمهور الاهلي مختلف جمهور الاهلي غير جمهور الاهلي شاف او عايز يشوف بير ستاو والله لو فيه ماتش ايه طالما مش ماتش الاهلي هتلاقوا حلقة بير ستاو دي في حتة تانية فانا قررنا الحقيقة مع كابتن سيد عبد الحفيز ومع المسؤولين في النادي الاهلي على هذه الأمور ان يكون بير ستاو ان شاء الله هو ضيف كل جمهور النادي الاهلي في الجزء الثاني من هذه الحلقة الجزء الثاني ده امتا اللي هو بعد عشر دقايق ربع ساعة بالكتير ويعني طبعا الهاشتاج اللي حضراتكم هتشاركون عليه هو هاشتاج تاو مع الشاطر تاو مع الشاطر هو على الشاشة امام حضراتكم دلوقتي فوقه على الشاشة اي حاجة حضراتكم عايزين تسألوها البرس تاو وبالمناسبة الكل يعلم ان بير ستاو له رأسة كده الكل بينتظرها والكل عارفها ابعتولنا ابعتولنا وانت واقف في البيت كده شوف الرأسة اللي بيقعد يرقصها دي ويقعد يعملها ابعتوها لنا على الهاشتاج تاو مع الشاطر وحنعرضها لحضراتكم دايما من خلال وإحنا شغالين لان احنا النهاردة حلقة مليئة بالمفاجآت عندنا مفاجآة او اتنين او تلاتة ان شاء الله تشوفوهم معانا على الشاشة وتبقى حلقة اشكر بها حضراتكم على الاسبوعين والمسندة والدعم اللي كانوا موجودين من كل جمهور النادي الاهلي ومن كل جمهور مصر بالمناسبة اصدقاء كتيرة جدا ما بيشجعوش النادي الاهلي زي ملكوية واسمعلوية ومن كل حتة في مصر مش عايز اقول اسمعي عشان منساش حد ولكن انا تقريبا مصر كلها كلمتني فمش عايز اقول لحضراتكم قد ايه انا بجد من جوايا سعيد جدا 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 للمرة المليون اخيرا عشان بس اقفل الموضوع ده ومش هتكلم فيه تاني انا دايما دايما بعد شكري لربنا بشكر كابت الخطيب في كل شيء كابت الخطيب هذا الرجل المحترم بعيدا عن هو رئيس النادي الاهلي او رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي هذا الرجل اللي دايما بيقف مش مع اسلام الشاطر صدقوني هو بيقف مع اي حد اهلاوي او اي حد بيحتاج هذا الرجل دايما بيبقى واقف معاه في حاجات كتيرة جدا 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 فانا بشكر كابت الخطيب وبشكر مجلس ادارة النادي الاهلي كابتن حسام غالي الحقيقة برضو مش عايز اقول اسماء علشان زي ما قلت لحضراتكم منساش حد ولكن كل الناس الحقيقة انا بشكرهم جدا 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 على الدعم والمساندة اللي حصلت خلال الاسبوعين اللي فاتوا تاو مع الشاطر هو الهشتاج اللي حنشتغل عليه او كل جمهور النادي الاهلي حيشتغل عليه وعملين لحضراتكم على الصفحة الرسمية لقناة النادي الاهلي عملين لحضراتكم على الفيسبوك بث مباشر عشان لو انت قاعد تتفرج على الماتشو وقاعد عايز تشوف بيرس تاو برضو قدامك على التليفون او العكس زي ما انت عايز لان انا متأكد ان حلقة بيرس تاو هتكون حلقة مختلفة اشتركوا في القناة